أستاذ هاني بيتكلم عن فكرة أو كلمات الأذكار الأوراد بيقول أنه هما الاتنين مختلفين هل في فرق بينهم وهل في نصوص معينة الإنسان عليه أن يقوم بالذكر بيها يعني هو بالنسبة أو في مقام ذكر الله تعالى كلمة الذكر أو الوردة حتكون هنا بالمعنى العام بمعنى واحد يعني الذكر باعتبار أنه ذكر لله تعالى أن الذكر يذكر ربه سبحانه وتعالى بتذكره أثناء الصلاة زي ما ربنا قال وأقم الصلاة لذكري أو بتذكره بالقرآن الكريم بتقرأ القرآن والقرآن وعبادة أفضل عبادة أمة تلاوة القرآن أو إنك بتذكره بما جاء في القرآن ونبهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتحميد والتكبير وسائر الأذكار الوردة عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي الورد باعتبار أن الشخص بيلتزم قدر أو بيلتزم قدر معين بيجيبه صباحا ومساء وخلال اليوم أنه له أوراد من الذكر فهي كلها ذكر بمعنى أن ليك بقى شكل منظم في قيامك بالذكر طب إيه ألوان الذكر اللي أنا ممكن أقوم بيها الأولى أن حضرتك تلتزم ما ورد قمة الذكر وجوهر الذكر القرآن الكريم وما جاء أنا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقى أذكار الصباح أذكار المساء المحصنات الأشياء الكثيرة الأذكار والكثيرة الواردة عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتزمها الإنسان ويكون له صحبة طيبة معها عند الصباح وعند المساء وخلال اليوم وربنا يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ضبط إن لي قدر معين من الذكر يوميا بيشجع الإنسان أنه يلتزم هذا القدر وحتى وإن كان قليلا أدوم العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإنقل فالإنسان يداوم قدر استطاعته